طبعاً أنا سعيد للغاية أن أنا أكون في وطن الثاني هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أنا سعيد جداً أن دي أول زيارة لدولة الإمارات بعد تكليفي بمنصب وزير الخارجية الإمارات ليست غريبة عنها هي دولة شقيقة وبالتأكيد العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية للغاية وتقوم على أسس متينة هناك وشائق مشتركة بين الشعبين الشقيقين هناك علاقة تنصيق على مستوى رفيع جداً بين قيادتين البلدين بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسموه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات هذه العلاقات قوية وكما ذكرت أن هذه العلاقات تتطور باستمرار وتشمل كل مجالات التعاون هناك تنصيق سياسي على أعلى مستوى كان سمو الشيخ محمد بن زايد في زيارة مؤخراً إلى وطنه الثاني مصر في مدينة العالمين وأيضاً كان فيه زيارات متبادلة لفخامة الرئيس السيسي وأيضاً سمو الشيخ محمد بن زايد العلاقات تتطور بشكل مستمر كما ذكرت عن مستوى السياسي وهناك أيضاً علاقات اقتصادية قوية للغاية تقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع نحن سعداء بالطفرة التي تشهدها هذه العلاقات سعداء بالطفرة التي تشهدها الاستثمارات الإماراتية في المصر ونطلب المزيد والمزيد خاصة في ضوء مناخ الاستثمار المواتي المتاح حالياً في مصر العلاقات قوية ونتطلع إلى مزيد هناك مجالة مزيد من تلثيق العلاقات بين البلدين وتنفيذ توجيهات الرئيسين بمزيد من تطوير هذه العلاقات هناك ملفات عديدة للغاية سأتناولها هنا خلال تواجدي في أبو ظبي على رأسها بالتأكيد العلاقات السنائية تطويرها كما ذكرت في المجالات السياسية وأيضاً المجالات الاقتصادية والتجارية وهي مجالات واعدة وهناك إمكانيات لمزيد من تطويرها هناك أيضاً العلاقات الاجتماعية والثقافية هناك أيضاً أبناء الجالية المصرية المتواجدين على أراضي دولة الإمارات الشقيقة والذين يحظون بأعلى درجات الرعاية من سمو الشيخ محمد بن زايد ونحن نعتز بوجود هذه الجالية هنا في الإمارات ليتشاركوا مع أشقائهم الإماراتيين في دعم عملية التنمية والتحديث التي تشهدها الإمارات الشقيقة والتي نحن نفخر ونعتز بما تشهدوا الإمارات من تفارات كبيرة في التحول الرقمي والتحول الأخضر وهذا أمر يثلق صدورنا كمصريين وكعرب بالتأكيد